غغبة أخرى جديدة في عراق المقهورين الغاضبين هذه المرة تبنتها اللبنة الأساس في المجتمع المعلمون ولطالما كان أولئك محط تقدير واهتمام في الدول المتقدمة فإنهم في العراق الجديد عنوان معاناة أخرى من جملة مأساة شرائح الشعب العراقي كله حتى ضاقوا ذرعا بالحال فأعلنوا إضرابا عن العمل نقابة المعلمين أعلنت إضرابا عاما عن الدوام في عموم مدارس العراق احتجاجا على ترد المنظومة التربوية وإهمال وضع الكوادر التدريسية من حكومة أولت التعليم جزءا بسيطا من ميزانيتها المليارية منعك سجليا بارتفاع نسبة الأمية إلى نحو الأربعين بالمئة بعدما وصلت إلى الواحد في المئة قبل الاحتلال نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني قال إن يومي الأحد والاثنين سيشهدان إضرابا شاملا عن الدوام ملخصا ثلاث مطالب بح صوتهم وهم ينادون بها الأول إصلاح العملية التربوية المنحدرة التي ألقت بالعراق خارج التصنيف الدولي لجودة التعليم بالإضافة لإصلاح وضع التلميذ العراقي من حيث المناهج المتغيرة بتغير الوزراء وترميم البنية التحتية بواقعها المرير كما طالب المعلمون بتخصيص موازنة تليق بوزارة التربية وترفع الظلم عنهم بصورة خاصة وعن موظفي الدولة بصورة عامة بشأن الترفيع والرواتب فضلا عن إنصاف المحاضرين المجانيين وإطلاق حملة كبرى لبناء المدارس التي إن سلمت من القصف في محافظات فإنها تتآكل بالإهمال بمحافظات أخرى تباعا توالت الاستجابات للإضراب من البصرة وبغداد والأنبارة وغيرها في وقت كشفت تسريبات صحفية عن توجيه بعض مدراء التربية بمنع الإضراب وتوعد المخالفين بعقوبات إدارية ولعل هذا ما استدعى نقابة المعلمين في كربلاء لاتهام نظام المحاصصة والأحزاب السياسية الممسكة بالوزارة بأنهما أهم أسباب ترد الواقع التربوي في البلاد المعلمون عدوا الإضراب رسالة حقيقية إلى الحكومة في بغداد للانتباه إلى العملية التربوية كونها تخاطر بجيل كامل لكن إن انتهى الإضراب أو استمر لن يغير من الحقيقة شيئا حقيقة مفادها أن العراق بكل مؤسساته بات وكأنه يحتضر في ظل حكومات ما بعد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر